أسعد الله مساكم بكل خير إن شاء الله يارب تكونوا بأفضل حال مثل ما وعدكم مبارح رح يكون في عندي تغطية مميزة جدا اليوم لمشروع مين العرب براس الخيمة مشروع مميز جدا إطلالات على البحر مباشرة وهذه إطلالة من واحدة من الشؤاء في مبنى اسمه القيتوي زي ما انتوا شايفين احنا حاليا بجزيرة الراحة وهناك في فيلا المربية اللي رح نروح عليها اللي حتكون إن شاء الله مطروحها للبيع إطلالتها على البحر مباشرة وكمان لما يكون الجوصة في رح يكون مجموعة الجبال هاي من ضمنها جبل جيس اللي هو أعلى قمة في الإمارات كمان فبالتالي حتكون الإطلالة على البحر وعلى الجبال طبعا هون ممكن تقولوا إنه بدأت التغطية أنا جايتي على رأس الخيمة خصوصا لفيلة الماريريا هادي واحدة من الفيلة الوراي هادي فيلة العرض وزي ما انتم شايفين الموقع أكثر من رائع هادي مجموعة الفيلة هادي مجموعة الفيلة مطروحة للبيع مكون من غرفتين وثلاثة وأربعة وخمس غرف إطلالة مباشرة على البحر طبعا فنيشينج وكواليتي أكثر من رائع رح ندخل مع بعض ونشوفها طبعا هذا الطرف الثاني أو الطرف الرئيسي اللي فيه الشارع التابع لهالواحدات زي ما انتم شايفين هادي الفيلة من الخارج طبعا وهادي وحدة العرض رح ندخل مع بعض هي مكونة من غير أربعة غرف نوم وصالة رح ندخل مع بعض وحيكون معانا الأخ محمد المختص في هذا المشروع طبعا زي ما قلتلكم رح يكون معي الأخ محمد أخ حبيبي محمد كيفك؟ الحمد لله طبعا أخ محمد طبعا تصورنا مع بعض بسيت اسكيب ودعان شاكرا لحضور أني أشوف المشروع على أرض الواقع فصراحة مبدئيا سعيد جدا من المكان فوق التصور وإن شاء الله هل سأخذكم جولة سريعة بوحدة من الفيلة المستقلة ومن بعد إن شاء الله هنروح مع الأخ محمد على التاونهاوس اللي حيكون إن شاء الله كمان فيه وحدة عرض وحيكون مطوح للبيع خلينا ندخل مع بعض جولة سريعة وبعدها نروح على التاونهاوس طيب تمام هيك بكون دخلنا على الباب الرئيسي وكمان فيه باب هنا شو هذا الباب يا محمد؟ دا ما أدخل ضيوب لأن وراء الباب دا وبرضو وزن دا القلة وراء الباب في عندك أوفيس وفي عنده وطفة نوم فلو عندك ضيوب او حاجة عشان ما يجرحش الناس حلو يعني الخصوصية وهذا باب طبعا بودي على الحديقة الأمامية على البحر هلأ طبعا هندخل مع بعض ونشوفها هيك بكون دخلنا إلى الفيلة بسم الله هذه الصالة طبعا زي ما انتم شايفين زي ما انتم شايفين في زي ما انتم شايفين الدرج مبدئيا ما شاء الله الفينيشينج الكوليتي شايفو عالي جدا مساحة الصالة جميلة جدا كم تقريبا مساحة الفيلة بالكامل محمد؟ 4,950余 دي مساحة الفيلة بالكامل كم تقريبا موساحة اليوم كم تقريبا كم تقريبا دي اربع غرف واو الاطلالة طبعا هاي الاطلالة الخلفية للفيلا ما شاء الله جميل جدا طبعا هاده شاطئ خاص في مجموعة الفيلال هاديك الفيلال ايش يا محمد بس؟ هذا كلاسر نسلمه من خمس سنين اسمه ماليدو نفس الكنسط بارضو فيلا البيتش فرونت فيلاس حلو لها شاطئ خاص جميل جدا صراحة طبعا هاديك الجزيرة اللي كنا احنا فيها احنا حاليا في الحياة ايلاند هادي الحياة ايلاند وهديك اللي كنا هنا المبنى اللي شوفت هناك الجيتوي اللي تصورت منه هو في جزيرة الراحة بكون رجعنا على الصالة خلينا نشوف المنطقة اللي شوفنا البوابل تباعتها من بره اللي هي قولنا الستادي هو هنا ادام احنا من الفيلال ليه المدخلين مدخل رئيسي وعنده المدخل ذات الديو لانه دور المدخل ده على طول هادي هنا في برو ما زال اوفيس واو هاي الاوفيس طبعا هاد الباب اللي شوفنا من بره للخصوصية عاملين بوابتين بوابلة الصالة وبوابلة جهة ضيوف هاد حمام خاص بالضيوف وعنده كنا غرفة تنوب صغيرها بالحمام بتاعها بحيس انت لعنده تضيف هاي بات يمكن ان هوا عمام مرخاص عن الفيلال حلو جميلة جدا اه واو مع خزائينها ومع حمامها الخاص نايس جميلة جدا صراحا خلينا اطلع مع بعض نشوف بقية الغرف او الطابق العلوي لفت نظري صراحة الشمس داخلي بالفيلال من كل الجهات صراحة شيء جميل حتى زي ما انتوا شايفين السقف كمان عاملين زي ما انتوا شايفين الشمس داخلي فيها جميلة جميلة نايف هلا من شرفها طبعا هاي الخزائين الخزائن الخزائن في الحائط هنا كمان الحمام دواء بيخدم الهواء ويخدم الغرفة ديها جميل جدا صراحة في عندنا البرينتري وخزينة هاي طبعا مطبخ للطابق العلوي يوتبر وهي مثل السوريج طبعا هاي غرفة الماستر خليها بالاخير جميلة جدا صراحة ديها عادي غرفة مستر جميلة تمام محمامها هاي لها اكسس للغارج هاي لها اكسس للغارج طبعا الوحدات ما بتيجي مفروشة بتيجي بس وحدة العرض عادة مفروشة على اساس العميل يشوف ابعاد هاي حالين كمان حدا كنا فرق فرق يعني فطرة استيلانفا لو كلاينت عايز يشوف المشترك عايز يشوف الجزم طبعا شوفوا الاطلالة الرائعة اطلالة فيها كل حاجة المية الخضار حتى منظر الجبل بس طبعا الجو قوي شوية بس طبعا زي ما ذكرت انا انه جماليتها انه اطلالة على البحر واطلالة على مجموعة الجبال طبعا الجو مش صافي بعادة اذا كان الجو صافي مجموعة الجبال هاي البعيدة بتبين وعندكم براس الخيمة هي اعلى قمة في دولة الامارات ككل وهي جبل جيس رح ندخل طبعا ننزل تحت ونشوف وهلا طبعا رح ندخل على الماستر روم طبعا هاي الغرفة انا سحرتني امانة ليش رح تشوفوا الاطلالة مع بعض طبعا اول ما ندخل زي ما انتم شايفين مثل والحمام الخاص بالغرفة وشوفوا الاطلالة الاكثر مرائعة بساحة الملفة اطفل من 6 موص ال 5 موص واو شوفوا قديش انها جميلة عميل جمال الويندو الويندو وشوفوا الويندو يكون عندك بيوبة نورة والله الاطلالة تحفة ما عليها اي كلام جميلة جدا جدا ومريحة للأعصاب طبعا هذا موصول ما بين التراس هذا موصول ما بين غرفة الرئيسية والغرفة اللي من شوي كنا فيها طبعا هاي الوحدة اللي كنا فيها هي اربع غرف نوم زي ما قلت لكم مساحتها خمس تلاف قدم سعرها سبعة مليون وخمسمية طبعا البيلال المتبقي منها فقط فيلا واحدة فالمهتم يتواصل معي والان راح نروح مع بعض ونشوف التاون هاوسز اللي راح يجهزوا ان شاء الله الشهر القادم واللي حيكونوا مطروحين للبيع هيا